في الشأن الأمنية الآن أعلنت مدرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أعلنت القبض على أخطر تجار المخدرات في البصرة وبحوزته عشرة كيلوغرامات من الكريستال وأيضا الحشيشة في الأثناء عقدت شرطة كربلا اجتماعا مشتركا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الإيرانية وذلك لتنسيق الجهود بشأن مكافحة المخدرات ويضا وضع خطط فاعلة لتفكيك عصابات الجريمة المنظمة والتي تساند عمليات الإتجار بالمخدرات بين البلدين